فضل يعني أهم العبادات اللي إحنا المفروض نعملها في العشر الأواخر من شهر رمضان ونبدأ بالصدقاء في العشر الأواخر طيب هو أهم العبادات طبعا يعني وإن كان فيه تمييز لبعض العبادات نظرا لشرف التوقيت وشرف المكان وشرف الزمان لكن طبعا العبادة طبعا اسم جامع لكل خير ما دمنا قلنا عبادات يبقى أنت معاك العبادة تشمل كل خير تشمل بقى حتى لذلك بقولوا كلمة جميلة يعني الذين يبحثون عن ليلة القدر في قيام الليل لا ابحثوا عنها أيضا في الأرامل في العطف على المساكين ابحثوا عنها في الكلمة الطيبة ابحثوا عنها في جميع المعروف فالعمل الصالح ده عمل كثير جدا وربنا سبحانه وتعالى بقول يا أيها الذين أمنوا ادخلوا في السلم كافة يبأ أي عمل صالح يقربك من مولاك سبحانه وتعالى ادخل فيه مباشرة لكن طبعا عشان بس التوقيت أو الزمان وكنا بنأكد على عمل صالح أو أعمال صالحة معينة فطبعا بلا شك بنأكد على قيام الليل في هذه الأيام قيام الليل قيام الليل ده يعني سنة عظيمة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم كسرة المسميات تدل على شرف المسمى هي كلها معالي تترادف لكن ممكن اختلاف بسيط يعني الترويح نسبة للترويحة حتى المسلم بيروحونا كل أربع ركعات بيتروحوا وبيضطوا لنفسهم راحة أو كان درس أو ما شابه فهنا دي اسمها ترويح من الراحة دي اسم تعرف عليه بعد ذلك نبيل أم يقول ترويح صلى الله عليه وسلم لكن رواية كلها قالت قيام ليه لكن ده اسم احنا تعرفنا عليك مسلمين بعد ذلك ترويح نسبة للراحة اللي بناخده أو الفاصل اللي بناخده من الراحة قيام الليل ده معروف قيام الليل بصفة عامة ده يعني كلمة أشمل وأعام قيام اللي تشمل بقى الترويح والتهجد التهجد ده خاص شوية اللي هو كانوا قليلا من الليل ما يهجعون اللي هي ساعة السحر بالأحرى والأجدر ده اسمه تهجد فإحنا عايزين نقول يا أستاذ هاني إن كان في عمل صالح عايزين أنا دلوقتي أصلي بترويح وأصلي مثلا التهجد ولا أكتفي بحاجة من الاتنين لا ما أكتفيش طبعا أكتفي أنا كله قيام الليل في الأول وفي الأخر هو كله يدخل تحت إطار قيام الليل وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنا ممكن ما صليش الترويح ممكن يعني لو في حصل مثلا عندي مشوار ولا حاجة طبعا أصلي التهجد أو صلي صلاة الترويح نفسها أو قيام الليل صلاة الترويح فده سنة لم يفرض أصلا على المسلمين لكن المسلمين حافظوا عليه منذ عهد سيدنا عمر الخطاب وصارت سنة من سيدنا عمر بعد ذلك إماما صلىها لم يزبط عنه إلا أنه صلىها مرتين صلى الله عليه وسلم تقريبا مرتين يعني لكن الذي سنها وشرعها بعد ذلك وطبعا احنا مؤمورين باتباع عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المادين من بعده سيدنا عمر طبعا من أعظم الخلفاء فبالتالي المسلمين بيحافظوا عليها سنة متبعة لأحد الخلفاء الراشدين فالترويح اذا كان عندك ظروف ما فيش مشكلة فعندك باقي الليل وخاصة في الأيام دهيت فاحنا مش عايزين نضيع الفرصة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم شوف الرجل بتقول ايه سيد عائشة رضي الله عنه ورضاه تقول اللي احنا فيهم ده هم يا جماعة نخلي بالنا بقى اذا دخل العشر الأواخر بنعمل ايه الستات في البيت بيعودوا كحاك وعمولي بسكوت ده اللي بيحصل الشباب بيعودوا شاهد مباراة زي ما بيحصل والأهاوى القصة دية الافلام لا كان صلى الله عليه وسلم اذا دخل العشر الأواخر من رمضان يعمل ايه صلى الله عليه وسلم احيا ليلة او اي قزة اهلة صحي اللي موجود في البيت صحي السيدة الستة هانو خلت قوم تتركع اي قزة اهلة واحيا ليلة شوف احيا ليلة طول الليل وشد مئزره صلى الله عليه وسلم كأنه بيشمر كده ملابسه صلى الله عليه وسلم كناية انه هو نازل يعمل حاجة فده كناية على اجتهاد في العبادة والطاعة جماعة هو ده الرسالة انه بيعلمها لنا وطبعا عندنا سنة الاعتكاف وطبعا نظرا للبلاء اللي فيه فما فيش اعتكاف الآن فكانه صلى الله عليه وسلم بيعتكب في هذه العشر الأواخر يدخل المسجد وزوجاته ولا يخرجون لأي سبب من الأسباب اجتهادا ويعني اقتناصا لفضيلة هذه العشر اللي احنا بنضيعها للأسف الشديد على التليفونات بالساعات الطويلة على الفيسبوك وغيرها اللي احنا ممكن يمر على الوقت في الأيام الفضائية وما نقرأش ولو ربع وربعين من القرآن والأسف الشديد يتعد علينا وينتهي الشهر الكريم وما استفدنا شيئا لكن لا ما زالت الفرصة سانحة الآن بين أيدينا